السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العباية وصيلة عايزة اطولها بس الطريقة احترافية تكون زي الجاهزة ميباش ان انا حتى لا دندل ولا جوبير في الاسفل عايزة فكرة جديدة كده يا عبد الرحمن بتباني قوي ان احنا حطين جوبير يعني العباية وصيلة طولناها عندك افكار جديدة عندي اعملي لايك اعملي شير ويلا نفتدي على بركة الله هقولك على فكرة محتاجة منك جرقة شوية تمام؟ طيب لو انت عبايةك فيها من الكارو دي طبعا حاجة كده قديمة عشان التدريب تمام؟ طيب لو انا عباية فيها جزء كده كده كارو او ملون ايا كان مشجر اي حاجة تمام؟ طيب هعمل ايه؟ هحاول اجيب جزء من المشجر ده او الكارو ده او اللون اللي فوق او حتى اقرب الالوان او حتى اقرب الالوان تمام؟ واجي كده اروح مطبقة عبايتي حلوة اوي 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 وازبط دنياتي كويس اوي الدقة هنا مطلوبة اتأكد كويس اوي حتى لو هتاخد مني شوية وقت اني طبقتها مصبوط اهو تمام؟ تمام اوي اوي معاك وفهماك لغاية دلوقتي الفكرة دي حلوة جدا جدا لو عندي لسعد بكوها لو عندي عب في العباية بقعد كولور الوان عندي حاجة مستعصية وفي مكان صعب اوي معالجته طيب هنعمل اي؟ نبطل رغي بقى اهو طيب هبطل رغي حالا وهكمل معاكم بصورة هروح واخدة انا بحبكم جدا جدا على فكرة حتى لو قلتوا عليها لغاية طيب هروح واخدة من اسفل خالص لغاية هنا حوالي تمانية وعشرين سنتين تمانية وعشرين سنتين تمانية وعشرين سنتين اهو 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 مظبوط ليش ايا مشكلة هقص مرعب يخول الولاية تكتننت وراحت قصة العباية بوزتها خالص جدت تطولها راحت ببوزها مش هينفع نتباحها داني دي دي سيكو عمالة بتقص في العباية وكملها هاي نعمل ايه بقى? اهو نعمل دي كده وجزء ده هنحطه لون تاني ارا ايكم في فكرة بسيطة وسهلة لو انا عبايتي سودا خالص ده هساعدني جدا 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 اني اختار اللون هنا براحتي اني اختار اللي نقص هنا براحتي زي ما انا عايزة وعلى اساسه هلبس لون الطرحة كنوع من التخيير وكمال ممكن استخدم في الاسويلة نفس الحكاية تمام? ولو عندي العباية بتاعتي فيها قلوايا بالطبع من الفوق برضو بسيطة وسهلة محتاج اختار بس لون او لون قريب وبردو احطه هنا لكن لو مش هللي فوق انا مش عارفة كبه ما تعقديش الموضوع يا عبد الرحمن شوفينا حل يكون سحي طيب ما عنديش مشكلة هعمل نفسي مش شايفة الجزء اللي فوق خالص خالص وهجيب ركامة سودا هجيب ركامة باللون الاسود هي بتبقى زي كده بس باللون الاسود تمام? وحط تحتها اي لون هحط تحتها لون انا هقص القماشة على قد الناقص وحط تحتها لون وبردو هركبها بالشكل ده خطيرة جدا 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 ترجع العباية كأنها موديل ما حصلش وكانها جميلة وبسيطة وبفرد عباية بالشكل ده اهو وبركب الجزء اللي ناقص زي الطول اللي انا عايزها ده انا نديك مساحة تعمل طول رهيب طيب عايزة تفنيني بقى شوية وتبديعي شوية هنروح حطين الجزء ده كده الركامة اللي قلتلك عليها واللون اللي انا قلتلك عليه واروح بقى اسمى الجزء ده انا طلبة معايا فن بقى اهو اي لون يا جماعة اي لون ما تعقديش نفسك تمام بس اقسمه مضبوط تمام يبقى انا واخدة نركز قوي في الفكرة واخدة الجزء ده هنا كده تمام حطيته الركامة وهو وركبه وارجع وحط الركامة هنا كمان وركبه هتقدر يبقى تعرافي ان عبايتي كانت قصيارة وانا طولتها او عبايتي كانت قديمة وانا جددتها الفكرة بسيطة وسهلة لو عجبتكوش هيرروف في الفيديو وعملوا لايك وعملالكو على عبايه بتاعتي بجد عشان تكون شكلها واضح قدامكو مش عايزة اجيب قماش غالي وركبه هنا بحاجة قديمة واضلع ارجع فكه فيبقى شكله مش عالي لكن اظن ان فكرة واضحة جدا اهو زي ما انتم شايفين يعني مثلا هجيب مثلا اللون الاسويت اهو طرحة سودة واعمل الركامة كده واقص الشريط ان انا هركبه واحط هنا سواء عايزة نفس اللون او سواء عايزة لون تاني زي ما انتم عايزين العباية دي انا مكنتش محتاجاها وبنعملها بس عشان التدريب لما بنحتاج منها حزام بناخده بنحتاج حتى بماشا بناخدها دي كانت فكرة النهاردة وانا ممتنة لكم جدا 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 اتمنى تكون الفكرة وصلت واشكوركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة